حققت مملكة البحرين تقدما جديدا في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي وذلك باعتبارها الدولة الأكثر تحسنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نعم حيث تم تصنيف المملكة في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي والربيعة والثلاثين عالميا كما حلت البحرين المرتبة الأولى خليجيا من حيث الحد الأدنى من ملاحظات التأخير في الاستيراد والتصدير خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين هذا ما أشار إليه أرقام التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري والتي أعلنت تصنيف البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي والرابعة والثلاثين عالميا والدولة الأكثر تحسنا على المستوى الخليجي في القطاع اللوجستي كما حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون من حيث الحد الأدنى من ملاحظات التأخير في الاستيراد والتصدير إن هذه المراتب المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين وأداؤها الإيجابي جاء بفضل ما تتميز به المملكة من سلسلة توريد قوية وبنية تحتية لوجستية متقدمة باعتبارها بوابة مثلى إلى الخليج وما تتيحه من إمكانية الوصول السريع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها فلعبت المشاريع والمبادرات البارزة التي تم تحقيقها في قطاع الخدمات اللوجستية خلال العام الماضي دورا مهما في تعزيز موقع البحرين فقد تقدمت المملكة 58 مركزا في مؤشر التوقيت الفرعي لتحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشرة عالميا فيما يتعلق بأقل وقت لمتوسط الاستيراد الجوي ويأتي هذا التقدم الذي تسجله المملكة في القطاع اللوجستي بالتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي التي صاقت الملامح الرئيسة لأهداف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والتي تهدف في المقام الأول إلى تأمين مكانة المملكة بين مراكز الخدمات اللوجستية العالمية الرائدة